أعزائي المشاهدين إلى موضوعنا التالي بعد مرور أسبوع واحد على انتهاء العطلة الصيفية وبدء العام الدراسي الجديد نشرت مؤسسة بيتيريم لأمان الأولاد تقريرها التلخيصية الذي يتطرق إلى مجمل حالات الوفاة التي شاهدها المجتمع العربي والبلاد عامة خلال العطلة الصيفية لأطفال وأولاد من جيل الولادة حتى 18 عاما بسبب الإصابات غير المتعمدة واعتبر التقرير العطلة الصيفية لهذا العام التي امتدت من تاريخ 21 يونيو 6 حتى تاريخ 31 أغسط 8 عطلة كارثية أودت بحياة 35 ولدا مما يعتبر الأعلى خلال السنوات الخمسة الأخيرة أي ما بين السنوات 2016 و2020 للاستزادة أكثر حول هذه المعطيات المقلقة تنضم إلينا الآن في بث حي ومباشر من حيفا عبير بخيط مستشارة أمان ومركزة متطوعين ومرشدة في مؤسسة بيتيريم لأمان الأطفال مساء الخير أخت عبير مساء النور أستاذ شاكر مساء الخير كيف تكرون في جمعية بيتيريم هذا الارتفاع بعدد الأطفال ضحايا الإصابات غير المتعمدة في المجتمع العربي بداية جدا مؤلم يعني هاي النتاج بفكر أنه هي أو هاي المعطيات تدل على عدم أو تعينا نقول على سلوكياتنا الغير آمنة تجاه أطفالنا تجاه أولادنا سلوكياتنا إحنا كأهل كبالغين اليوم اللي ما عم نعتمد ولا عم نتبع سلوكيات الآمنة إحنا عم نحكي على الأكثر الحوادث الأكثر كانت تعني نقول من ناحية المسببات الرئيسية لفقدان أو لموت أولاد وأطفال وشبيبي هي كانت في الدرجة الأولى حوادث الطرق وفي الدرجة الثانية كانت الغرق عم نحكي بالمجمل على 15 حالة وفاة من مجتمعنا العربي نتيجة حوادث طرق وغرق ثمان حوادث كانت من نصيب المجتمع العربي ناتجة عن حوادث الطرق وسبع حالات غرق من مجتمعنا العربي للأسف الشديد وإذا إحنا بنا ننتبه على المشترك بين حوادث الطرق وبين الغرق عم نحكي عن عدم للأسف جد أو كله في الإنسياع للتعليمات والإرشادات والقوانين حتى يعني حوادث الطرق ينابع عن عدم الحذر في الشوارع في الطرقات من خلال الصياقة الغير آمنة خلال السلوكيات الغير آمنة كانت جد حالات عديدة كانت للمشاك كمان يعني فيه فيه أطفال وأولاد وشبيبي للأسف فقدت حياته وهي على على ممر المشاك وفيه عندنا كمان حالات غرق كانت كمان تكون في البحر في القرق وكمان في المنازل للأسف الشديد فمنحكي عن عن سلوكيات غير آمنة من قبل الأهل من قبل البالغين اللي بالأخير أدت إلى فقدان حياة أطفالنا وشبابنا معروف ما أن كل لحظة تكون حاسمة بالنسبة لمثل هذه الحوادث السؤال هو إلى أي مدى يعي الأهل أهمية وجودهم إلى جانب الأطفال لحمايتهم من المخاطر المحدقة بهم سؤال رائع لأنه بداية هون إحنا عم نشعل كل مضوع رفع الوعي يعني تحديدا بهذا النحو كثير مهم الأهل توعى وتأخذ الإشي بمحمل الجدية وما تتهاون وما تتساهل مع القوانين ولا مع التعليمات كثير مهم الأهل تأخذ المسئولية الكام لإتجاه أولادها تأخذ المسئولية من خلال أنه بداية هي تكون النموذج الأول لأولادها من ناحية سلوكيات آمنة يعني إذا نحكي على حوادث الطرق أو الحوادث اللي بتصير على الطرقات كثير مهم أنه الأهل تعرف وين تعبر الطريق إذا كان بس على ممار المشا أو إذا فاتت دخلت على السيارة مهم كل موضوع مقاعد الأمان وكل موضوع الحزام الأمان عم نحكي على هذا النحو إذا نحكي على كل موضوع الغرق كثير مهم كمان الأهل تكون النموذج كمان لأطفالها ما يدخلوا على شواطئ غير مرخصة ما يدخلوا على بحر إذا كان في عنا علم أسود أو علم أحمر اللي هو يشير على أنه البحر خطير فلما الأهل توعى وبتأخذ مسؤولية كاملة اتجاه نفسها بالأول وكمان اتجاه أولادها هون بفكر إحنا عم نخطل قدام عم نخد المسؤولية ونقدر نمنع هاي الإصابات لأنه إذا منحكي عن جميع الإصابات الغير مقصودة هي إصابات كممكن نمنعها لو لا فقط شوي وعينا يعني اهتمينا أكتر شفنا الإشياء أكتر بطريقة أكتر حادة تاعة نقول ونخد المسؤولية وما نقول ولا مرة ما بتصير معي لأنه ممكن تصير مع كل حدا فينا هاي إصابات ممكن تصير زي ما ذكرت بدقائق معدودي إن كان غرق وإن كان حادة طرق بتصير بدقائق معدودي أو حتى بثواني معدودي فإذا أنا ما كنت واعي وما كنت صاحي فممكن إحنا نقع ضخي وفتعطير إلى أي مدى إلى أي مدى تعد البنى التحتية في بعض الأماكن سببا مباشرا لمثل هذه الحوادث المأساوية أما بفكر أنه بمدى كتير كبير يعني بفكر بدرجة جدا عالي نعرف بلداتنا العربية اليوم للأسف شديد المنية التحتية لا أقول سيئة ولكن أقول هي غير آمنة نحن نتحدث عن طوارق على طرقات ونحن نتحدث عن أحياء نتحدث عن أنه ليس دائما هي تكون مهيئة ونعرف اليوم أولادنا وأطفالنا ممكن توصل من البيت للمدرسة وليس على الأقدام يعني هناك الكثير أطفال اليوم تذهب إلى حالة على المدرسة ونعرف أن الأحياء العربية ليس كثير مهيئة وليس كثير آمنة هتموا بتوفير بنية تحتية آمنة حتى الأطفال والأولاد تمشي بشوارع والأحياء العربية في بلداتنا العربية بطريقة آمنة هذا مطلب جدا أساسي مطلب جدا بسيط ولكنه ممكن يحمي أطفالنا من خطر الموت وخطر الإصابات البنية تحتية طبعا لها دور كثير كبير في حماية أطفالنا أريد أن نسلط الضوء أيضا على قضية غرق الأطفال في العطلة والتي تحولت إلى مأساة موسمية هل تعتقدين بأنه بالإمكان السلطات المحلية على سبيل المثال على تنظيم هذه الأمور وعودة المستجمين إلى بيوتهم سالمين أنا فاكر ممكن نقوم في حملات توعوية يعني ممكن المجلس المحلي أو المراكز الجماهرية تأخذ على حالة فعاليات ونشاطات تثقفية توعوية ممكن نتقدمها لجمهورها ممكن تقدمها كمان للسكان الموجودين في كل بلد عربي حتى ممكن أن ننوعي هنا نرفع الوعي كثير مهم أننا مجتمعنا اليوم ينصى على التعليمات والقوانين فاكر هذا شيء جدا مبدعي لما نحن اليوم كأهل كبالغين نحن نأخذ هذه الأمور بجدية أكثر نحن نحن نحمي حالنا الغرق هو موضوع بيصير للأسف خارج البلدات بيصير على شطوط البحر وبلداتنا العربية ما فيها اليوم يعني بغالبيتها ما في برق وما في بحور لكني بطلعوا خارج البلد العربية ولكن بوصلوا على مناطق اللي فيها بحور فهوني هون طلعوا من مسؤولية المجلس المحلي ولكن دور المجالس أو المراكز الجمهري هي تعطي التوعية ممكن هي تساعد في تأفي يعني ترفع وعي من خلال تفعيل نشاطات أخت عبير أخت عبير شؤال أخير شاهدنا هذا العام حوادث نسيان الأطفال في السيارات وهي بلا شك حوادث مأساوية حين تعود الأم أو الأب إلى السيارة ويرى طفله قد فارق الحياة بماذا تنصحين لتفادي مثل هذه الحوادث صحيح هي حوادث جدا مؤلمة وبفكر كمان تباعياتها بتكون أصعب كمان على الأهل بداية هون كثير مهم ننتبه أنه الأهل لما بتركوا طفل في السيارة طبعا الأشي بصير عن غير قصد ولكن هون فيه دور كثير مهم على الأهل أن هي تنتبه لهذه الشغلة إذا أنا اليوم باعرف حالي أنا مش متعود أخذ ابني على المدرسة أو وصه من المكان الآخر مش من ضمن برنامجه فهون أنا ممكن أقع ضحية نسان طفل في السيارة فأكون واعي لهذه النقطة وألاقي الحلول اللي ممكن تساعدني واذكرني أنه في معي طفل في السيارة في أكتر من حال بداية ممكن أنا أول شيء أنا كثير بآمن بالشراكي الشراكي لازم تكون معي الأزواج كثير مهم أنه القطي يعني الطرف الثاني يكون شريك إلي بالمسؤولية إذا أنا اليوم أخذت ابني على محال على مكان معين ونقلته من مكان إلى آخر فأنا زوجتي أو زوجي في الطرف الثاني يأخذ معي المسؤولية يتطمن الطفل وسل وصلته كل شيء تمام فتكون مسؤولية مشتركة ممكن نقطة ثانية كمان يتفيد أن أحط شيء جنب السيارة وراء جنب الطفل لأنه هون ممكن أنا أتذكر أنه في شيء معي كثير مهم لازم أطلع من السيارة طبعا هو مش أهم من الطفل ولكن ممكن كمان يذكرني وممكن كمان أستعين كمان بمنبه عن طريق الهاتف أذكر حالي أنا مثلا كمان خمزة رح أوصل على هذا المكان يعطيني إشارة هون أنا بفكر الإشي برجع شخصي كل شخص ممكن يلاقي الطريقة الأنسب لإله ولكن نكون واعين أنه هذا الإشي ممكن يسير معنا ما نأخذ الإشي مفهوم ضمن أنا معي مش راح تسير لا ممكن وتحديدا للأشخاص اللي مش متعودين يأخذوا أو ينقلوا أطفالهم من مكان إلى آخر هون هون ممكن هون يوقعوا هون ضحية نسان أطفال في السيارة فعلى هدور أنا بتوجه وبنصحهم بقدم أنه انتبهوا لهذه الشغلة خذوا مسئولية أكبر شوي وكونوا أوعى حتى داروا تحموا حالكم من أنكم تكونوا ضحية هاي الحادثة أخ تعبير بخيط مستشارة أمان ومركزة متطوعين ومرشدة في مؤسسة بيتيرم للأمان شكرا لك كنت معنا من حيفا شكرا شكرا لك